موسيقى أنتقل الطلاب إلى حالي فيزيائي هامي جداً ألا وهي التصادمات إذن التصادمات عندما تتصادم الكرات مع بعضها البعض أو الأجسام مع بعضها البعض أو السيارات أو القطارات أو حتى الأسماك الموجودة في البحر تتصادم مع بعضها البعض المهم عندما تتصادم الأجسام مع بعضها البعض فلتصادم نوعان النوع الأول هو التصادم المرين والنوع الثاني هو التصادم غير المرين إذن للتصادم نوعان هما التصادم المرين والتصادم غير المرين كيف يمكن أن نميز بين جسمين يتصادمان تصادما مرنا وجسمين يتصادمان تصادم غير مرن التصادم المرن طلاب لا يحدث فيه تشوه أو تشوه للأجسام المتصادمة الأجسام المتصادمة لا تتشوه أو توليد حرارة نتيجة التصادم عندما تتصادم الأجسام مع بعضها البعض لا تتولد حرارة كثير عنا أمثل في التصادم المرن كتصادم الكرات والتصادم غير المرن يحدث فيه تشوه في الجسمين المتصادمين وتنتشر حرارة عندما تصادم شاحني مع شاحني أخرى يتشوه الجسمين متصادمان نعم وتنتشر حرارة وقد يلتحمان مع بعضهم البعض يشكلان جسم واحد بعد أو بعيد الصدم إذن للتصادم نوعان تصادم مرن لا يحدث فيه تشوه للجسمين المتصادمين أو كذلك لا يتم توليد حرارة بين الجسمين متصادمين نتيجة الصدم ثانيا التصادم غير المرن طبعا يحدث فيه تشوه للجسمين المتصادمين وتنتشر حرارة أمثلي طلاب على التصادم المرن أمثلي على التصادم المرن أولا كرتان لهما نفس الكتلي إحداؤما متحركي والثاني ساكني على مستوي أفق أملس تبهوا على هذا الشكل طبعا الكرة الحمراء هي عبارة عن كرة متحركي سرعتها في واحد هذه الكرة الساكني طبعا هذا قبيل الصدم تبهوا إلى لحظة الصدم الكرة المتحركة تصطدم في الكرة الساكني تبهوا إذن وهذا بعيد الصدم أو بعض الصدم طبعا بعد الصدم الكرتين يصبح لهما سرعة طبعا قد تكون الكرة الثانية إذا كان لهما نفس الكتلي قد تكون الكرة الثانية بعيد الصدم تسكن يعني تتوقف تكون سرعتها سرعتها صفر ويصبح للكرة الثانية سرعة مثلا في 2 فتحة إذن هناك في واحد سرعة الكرة الأولى قبل الصدم في 2 ساكني صفر الآن هون لحظة الصدم إذن في 2 صفر بعيد الصدم يصبح في واحد فتحة سرعة الكرة الأولى بعيد الصدم ساكني والكرة الثانية يصبح سرعتها في 2 فتحة مثال آخر كرتين لهما نفس الكتلي تتحركان على مستوي أفقي أملاس بجهتين متعاكستين بجهتين متعاكستين طبعا هاتين كرتين تتحركان بجهتين متعاكستين طبعا قبل الصدم الكرة الأولى والكرة الثانية هون لحظة الصدم الآن بعيد الصدم الكرة الأولى ترتد باتجاه معاكس والكرة الثانية ترتد كذلك باتجاه معاكس لحركتها قبل الصدم إذن هون بعيد أو بعد الصدم مثال آخر طلاب كرتين تتحركان بنفس الجهة الكرة الخلفي أسرع من الكرة الأولى إذن الكرة الخلفي تكون أسرع من الكرة الثاني ولهما نفس الكتلة تحركان في مستوي أفقي أملاس انتبهوا طلاب هذه الكرة أسرع هذه الكرة الخلفي وهذه الكرة الأمامي إذن الكرة الحمراء تلحق بالكرة البيضاء نعم هنا لحظة الصدم الحال الأولى قبل الصدم الآن هنا بعيد الصدم نلاحظ أن الكرة الحمراء تخف سرعتها تقل سرعتها والكرة البيضاء كانت سرعتها قليلة زادت سرعتها زادت سرعتها نعم زادت سرعتها يلاحظ طلابنا يلاحظ من عملية التصادم بين الأجسام أن المجموع الشعاعي المجموع الشعاعي لعمليات الحركة قبل التصادم وبعده يكون متساوين إذن المجموع الشعاعي لعمليات الحركة قبل التصادم وبعده التصادم يكون متساوين أي أن كمية الحركة للجسمين قبيل الصدم يساوي كمية الحركة للجسمين بعيد الصدم ننتقل طلاب إلى التصادم غير المرين التصادم غير المرين وأمثلي على التصادم غير المرين بشرح يحدث بالتصادم غير المرين يحدث تشوه أو تولد حرارة أو التحام الأجسام برغم من كل هذا طبعا نتيجة قد يحدث تشوه الأجسام أو تولد حرارة أو التحام في هذه الأجسام المتصادمي طبعا برغم من كل هذا فإن كمية الحركة قبل التصادم وبعده تبقى ثابت تبقى نفسها إذن في التصادم المرين هناك مصرونية كمية حركة قبل التصادم يساوي كمية حركة بعد التصادم كذلك طلاب في التصادم غير المرين غير المرين كذلك كمية حركة قبل التصادم تساوي كمية حركة بعد التصادم برغم من وجود تشوه في الأجسام وانتشار حرارة وقد يكون هناك التحام للجسمين المتصادمين ليشكلان جسم واحد إذن تبقى كمية الحركة للجسمين المتصادمين متساوي إذن نكتب طلاب قانون مصرونية كمية الحركة إذن مصرونية كمية الحركة قبل تصادم محصلة كمية الحركة قبل تصادم تساوي محصلة كمية الحركة معاية التصادم إذن محصلة كمية الحركة قبل التصادم تساوي محصلة كمية الحركة بعيد التصادم طبعا هذا ما نطلق عليه مصرونية كمية الحركة